وهنبدأ أخبارنا من عند منتخبنا الأدى تدريبات بدنية واستشفائية قبل الظهر وفضل الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني اقامته في مقر اقامة الفريق بيد وقلع قبل الصفر إلى يويندي عصر النهاردة حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين الأولى بالضم اللي شاركوا في المباراة حيث أدوا تدريبات استشفائية في حمام السباحة بينما أدت المجموعة التانية تدريبات بدنية شارك في المقران جميع اللاعبين فيما عدا محمد الشناوي والقصيب مبارح في المباراة وأظهرت الأشعة اللي أجريت لي صحة تشخيص إصابته بشد في العضلة الخلفية وبتستوجب برنامج علاج متكامل فيما أظهرت الأشعة إن إصابة حمدي فتحي إجهاد في العضلة الضمة أظهرت الأشعة اللي أجريت لي الشناوي صحة تشخيص إصابته بشد في العضلة الخلفية ودي بتستوجب برنامج علاجي متكامل فيما أظهرت الأشعة إن إصابة حمدي فتحي هي نتيجة إجهاد في العضلة الضمة ترجمة نانسي قنقر